السلام عليكم بنات كدري اللبس عليكم بخير صحة باس الأحوال اليوم سوف نحضر معكم مستمونات بريستيج يلا هون بدأوا المقادر سوف نحضر بعض الكسنة للعنبة معلقة كبيرة السلينة معلقة صغيرة الملحة مع مراج معلقة كبيرة معلقة كبيرة الخل والماء لنجمع العجين خلق العجين لا يكون شكاية للصق و يكون قاسح و يكون على هذا الشكل و نضيفه 5 دقائق و نضيفه 5 دقائق و من بعد نقسمه على 3 دقائق و نجدهم يرتاحون ساعة ساعة و نتس على حساب الوقت الذي عندكم بالنسبة للحشوة سوف نحضر بعض بصلات كبيرة و نضيفه لهم الملحة و نجدهم حتى يبيض حتى يبيض لنا البصلة و نضيفه لها فلفلة و نضيفه لها و أنا استعملت فلفلة صغيرة حمرة و يريد أن يكون كثير من الفلفلة و لديها فلفلة حمرة لنضيفه و نضيفه و و نضيفه و نضيفه إلى الضوء و نضيفه إلى مدينة و نخلص اوجه و نضيفه و نضيفه و لكن جبن جبن و كله كتبه و تقريبه 3 أو 4 أو 3 أو 4 و كله و هل حصله و نضيفه بالنسبة للتوراق نورقنا بمارغارين والزيت مارغارين اللي استعملنا بوحدها ستجمد العجين انا ندير معها الزيت و نجعلها الدب مزيان و نستعملها في التوراق بالنسبة للعجين القرى الأولى ستكون لدينا كبيرة كلهم يكونوا كبيرة نصرحوا لدينا فتح العمل و نديرها الزبدة نورقها بمارغارين و من بعد نتوقعها بحل المسمنة عادية يعني نتوقعها عادية بحل المسمن نورقها بمارغارين و ازيت لكي تورق لنا و تأتينا مورقة ترجمة نانسي قنقر 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 كما قلت لكم نكملوهم علينا في الطريقة ومن بعد نغطيوهم بواحد البلاستيك الغذائي ونجعلوهم يرتاحوا قليلا عشرة دقائق بحلاكة ومن بعد ندوزوني ونورق نزوم السمن هنا فوقت الوحسين فوقت الوحاح,,للللللل.... ومن بعد نقطه للحواد هنا من بعد ما يسر رحتها مزيدة نقطع الأشريطة و بالنسبة للعرض لهم يجب أن يكون فيهم أسبوع يعني عبره بسبعك من غير الإبهام عبره بسبعك وهذا الطول لهم من بعد ندروا الحشوة الوسط و نردوا الطرف كما تردوا مع السورة نردوا الطرف و من بعد نردوا الطرف الثاني ندروا هذه الطريقة سهلة لن تساليهم تردوا هذه الجهة واحد الجهة تردوا بها الحشوة والجهة تردوا على الأخرى لكي لا يكون لديكم العاجين بزاف تأتي مع التلاقيمة رأي الفيديو واضح واضح بزاف بزاف رسالين من بعد كيف لا تردوا هذه التلاقيمة سنقلبها يعني سنقلبهم كما تردوا من الى تحت سنقلبهم كمين كما تردوا من الى تحت لا تبقى لديها سنوات خلواتها الخروج و تردوا من الى تلك المحينشة سوف يقلبوا بعادة على الشكل المحينشة يقلبوا هكذا على هذا الشكل كيف تردوا معي انا انا اردوها لكم وردوا الشكل لها كيف يأتي انت واحد وردوا انا 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 اردوها كيف تردوا من الى تحت الى تحت حتى لو انا اردوها دغوانا هكذا كنت لكم اردوها من الاخل جميع موجودة شدية الجينو و مردوها يوجد تحديد ان يكون كبيرة لا يمكن أن نضهنهم كامل ونضهنهم في أطراف الجوانب بعد ذلك نضيفهم في الفرن بالنسبة لدرجة الحالة نضيفهم كثيرا ونقص البوطة يعني البوطة يجب أن يكون 160 درجة لكي يكون فرن كهربائي بالنسبة لفرن البوطة نقص لهم جيد حتى يطيبون لنا ويتورقون لنا أن نشعلهم من الفق يعني عندما نشعلهم من الفق يكونوا طابون لنا يعني بقي نقصهم غير حمار بالنسبة للزين أنا قمت لهم قليلا بخماج غابي وكلها يعني تقدرين لهم يعني تقدرين لهم حبه بالخشخش الخشخش ولا تقدرين لهم الزنجلان مهم يعني بالنسبة للزين كي يبقى اختيارة نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنسوش عبوني